وأنا أؤكد بأن أهداف خطة الفتح والقلق لحق المحالة التجارية كل أسبوعين وهو المحور الثاني اللي حبيت أني أركز عليه هناك أهداف رئيسية تفضلت بها سعادة الوزيرة اللي هي أهم أسباب عملية الفتح والقلق أننا نحد من انتشار الفيروس الكورونا والسبب الثاني له هو تقليل معدل العدوى ليصبح أقل من واحد بس أحبت أفسرها معدل انتشار الكورونا لكل شخص مصاب نحن كنا نشوف شخصين أو ثلاثة يصابون نحن نحاول في هذه المرحلة التنقل ما بين الفتح والقلق أن نقلل من نشر العدوى ما بين الأشخاص في المجتمع ونحب كذلك نأكد على تقليل الحالات الحرجة وبالتالي نقلل من عدد الحالات القائمة هذا ما بيكون إلا في وجود خطة تكون يعني موازية للسمرار الحياة المعيشية ويعني ربي لك الحمد شفنا مدفع عليها في الأسابيع الماضية ونحب أن نستمر فيها إلى أن إن شاء الله ويساعدنا على ذهاب هذه التحدي شكرا